اشتركوا في القناة عن يوم علمي لعلاج العصب لاحظت نقابة طباء الأسنان في الفترة الأخيرة بعض المعيقات أو بعض المشاكل التي يواجهها طبيب الأسنان بالنسبة لعلاج العصب فكننا في النقابة على عمل يوم علمي عبارة عن خمس محاضرات محاضرين أجلاء قادرين على التوصيل المعلومة للطبيب الفئة المستهدفة هي طباء الأسنان بشكل عام في قطاع غزة لتدريب الأطباء على عمل علاج العصب بشكل جيد حسب التقنيات الحديثة يوم أول يوم طبعا ننظمه في المجلس النقابة هذا الجديد واليوم علمي تخصصي بعلاج جذور الأسنان هذا بكورة أنشطتنا طبعا واليوم نعالج فيه إحصائيات موجودة هنا عندنا تقريبا في قطاع غزة بتوضح أنه علاج جذور الأسنان عليه إقبال وطلب شديد جدا لكن للأسف الشديد هناك طبعا هناك بصير بعض العلاج جذور الأسنان فيه نسبة خطأ ونسبة الخطأ هذه يعني كبيرة جدا موجودة فإحنا طبعا بدأنا أنشطتنا كلجنة علمية في النقابة إننا إحنا نعالج أكتر مشكلة ملحة موجودة بين الأطباء تم الألان على انطلاق اليوم العلمي لعلاج العصب في طب الأسنان عبر صفحات التواصل الاجتماعي لنقابة طب الأسنان تم تنزيل رابط تم التسجيل في هذا الرابط مثل هذه الأيام العلمية بتفيدنا إحنا كأطباء أسنان إنها تزيد عنا المعرفة وتزيد توعية في بعض نقاط معينة في علاج العصب لكل طب الأسنان ومنه بنلبح احتياجات المجتمع في علاج العصب اشتركوا في القناة